السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كورشي تيفي. اليوم سنقوم بعمل غرزة الفراشة بشكل مستطيل كما نرى. وشرحت في الفيديو كيف نزود الأدوار أو نكرر الأدوار. الغرزة من مضاعفات العدد 25. فأنا اشتغلت 25 و25 و25. طبعا على حسب ما انت عايزة طول الشياء الأدوار أو البلوزة هتعمليها حجمها الأدوار. الغرزة بتاعتنا زي ما قلت لك هي من مضاعفات العدد 25. وبعد كده بنزود في نهاية السطر أربع غرز. الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين سهلة جدا وبسيطة. واحنا كنا عملنا قبل كده غرزة الفراشة بشكل مثلث. هحط لكم اللينك في نهاية الفيديو. والأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على زر الأحمر اللي تحت الفيديو. ودوسي على الجرس عشان يوصل للككل جديد. ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. احنا هنشتغل بخيط إليزة بيست كلاسيك. وابرة رقم 3.5. طبعا حجم الإبرة في ايديكي. انا عندي هنا بيقترح علي ان انا اشتغل من إبرة رقم 2.4. كما احنا شايفين كده ده شكل إبرة الكروشي. هو بيقترح علي من 2.4. فانا اشتغلت بإبرة 3.5. عندي الشلة 100 جرام بميتين واربعين متر. هنبتدي السلاسل بتاعتنا. من مضاعفات العدد 25. وعشرين. فانشتغل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. ستعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تاتة وعشرين. اربعة وعشرين. خمسة وعشرين. وانكرر خمسة وعشرين. في خمسة وعشرين. الطول اللي انت محتاجات. انا كده اشتغلت خمسة وعشرين. في خمسة وعشرين. في خمسة وعشرين. بعد كده. هنشتغل واحد. اتنين. تلاتة. سنعمل عمود فوق كل عمود. ازودت فوق 25 عواميدة. 25 في 25 في 25 و ازودت في الاخر 4 عواميدة. بعد ذلك سنعمل عمود فوق كل عمود. لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. واشتغل اخر عمود. بعد ذلك ارتفع واحد اتنين تلاتة بمثابة عمود. وسلسلتين مسافة. ولف الشغل. واسب غرزة التانية التالتة. وفي الرابعة اشتغل عمود. كمان عمود. التالت في نفس المكان. بالشكلة. بعد ذلك سلسلتين. واسب غرزة التانية التالتة الرابعة. وفي الخامسة تلات عمود. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. واسب غرزة التالت الرابعة. وفي الخامسة تلات عمود. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. واسب غرزة التانية التالتة الرابعة. اللي هي تالت سلسلة الرابعة. وفي الخامسة تلات عمود. سلسلتين. بعد ذلك سبت تلات عمود. في النهاية. اشتغلت غرزة جراني. وسبت تلات عمود. وفي الرابعة اشتغلت عمود. اما هنا في النص. ما بين غرزة الجراني والجراني. اربع غرز. السطر اللي بعد ذلك. هتفع واحد اتنين تلاتة. ولفق الشغل. واشتغل غرزة جراني في الفراغ. عمود. الثاني. الثالث. بعد ذلك سلسلتين. واشتغل في الفراغ اللي بعده. غرزة جراني. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين. واروح للفراغ اللي بعده. واشتغل عمود. الثاني. الثالث. بعد ذلك الثلاث سلاسل. واروح للفراغ اللي بعده. واشتغل ثلاث عمود. واحد. اتنين. ثلاث. سلسلتين. والفراغ اللي بعده. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين. عمود. الثاني. الثالث. الثالث. هنا هنحط مركر. مكان الثلاث سلاسل. سلسلتين. بعد كده عمود. الثاني. الثالث. انا اشتغلت كام غرزة جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. بعد كده ثلاث سلاسل. وكرر. عمود. الثاني. الثالث. هنحط برضو مركر في الثلاث سلاسل. وكرر. سلسلتين. وجراني. غرزة الجراني هي عبارة عن ثلاث عوامل. سلسلتين. وغرزة الجراني. سلسلتين. وغرزة جراني. سلسلتين. وغرزة جراني. كده اشتغلت كام واحدة. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده ثلاث سلاسل. واشتغل غرزة جراني. وحط مركر. في الثلاث سلاسل. كده انا كده عندي ثلاث وحدات. من الفراش. هذه الفراشة التانية التالتة. في المكان ده هنكون فراشة. بعد كده سلسلتين. وغراني. سلسلتين. واخر غرزة جراني في السطر. بعد كده عمود في ثالث سلسل. من سلاسل الارتفاع. بالشكل ده. بعد كده هنرتفع واحد اثنين تلاتة. بمسابة عمود. سلسلتين مسافة. واللي في الشكل. منيجي هنا في الفراغ ونشتغل جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. بعد كده سلسلتين. وفي الفراغ اللي بعده. واشتغل جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. بعد كده. واحد اثنين تلاتة اربعة. اربعة سلاسل واجهنا في الفراغ. واشتغل حشو. واحد اثنين تلاتة اربعة. واروح للفراغ اللي بعده. واشتغل جراني. بالشكل ده. سلسلتين. وجراني. سلسلتين. جراني. سلسلتين. جراني. وصلنا لمركر هرتفع واحد اثنين تلاتة اربعة وفي الفراغ هياخد حشو واحد اثنين تلاتة اربعة والفراغ هياخد جران سلسلتين وجران بالشكل سلسلتين جراني سلسلتين جراني وصلت لمركر هرتفع واحد اثنين تلاتة اربعة واخد حشو واحد اثنين تلاتة اربعة واشتغل في كل فراغ غرزة جراني وما بين غرزة الجراني والتانية اشتغل سلسلتين بعد كده سلسلتين واشتغل عمود في تالت سلسلتين سلسلتين والفراغ اللي بعده جراني عمود الثاني الثالث بعد كده سلسلة وعندي هنا في الاربع سلاسل هشتغل صدفة عمود كمان عمود بعد كده سلسلة نفس المكان اثنين عمود بالشكل ده بعد كده خمس سلاسل اثنين تلاتة اربعة خمسة واروح للفراغ اللي بعده الاربع سلاسل واشتغل صدفة سلسلة نفس المكان اثنين عمود يبقى عمودين سلسلة اثنين عمود بعد كده سلسلة وفي الفراغ اللي بعده هشتغل الجراني سلسلتين فراغ اللي بعده هشتغل الجراني سلسلتين جراني وصلت الاربع سلاسل هشتغل سلسلة واشتغل في الاربع سلاسل صدفة عمود التاني بعد كده سلسلة وفي نفس المكان اثنين عمود بعد كده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين 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 عمود سلسلة نفس المكان اثنين عمود بعد كده السلسلة واشتغل في الفراغ اللي بعده جراني تلات عمود في نفس المكان سلسلتين وفراغ اللي بعده اشتغل جراني سلسلتين الفراغ اللي بعده جراني اثنين وصلت للاربع سلاسل هاشتغل سلسلة واشتغل صدفة عمود التاني بعد كده سلسلة في نفس المكان اثنين عمود بعد كده خمس سلاسل ثلاثة اربعة خمسة واشتغل الصدفة الثاني عمود الثاني بعد كده سلسلة ونفس المكان اثنين عمود بعد كده سلسلة واشتغل جراني عمود الثاني الثالث بعد كده سلسلتين واشتغل اخر غرزة جراني عمود الثاني الثالث واشتغل في ثالث سلسلة اخر عمود في السطر بالشكلة التي يجب التهم في السطرة بعد كده ان ارتفع واحد اثنين تلاتة بمسابة عمود وسلسلتين مسافة واشتغل غرزة جراني في الفراغ. واحد. اثنين. تلاتة. تلاتة عواميض في نفس المكان. بعد كده سلسلتين. واشتغل صدفة جواء الصدفة. عمود. التاني. بعد كده سلسلة. في نفس المكان. اثنين عمود. في الشكل ده. بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست سلاسل. واروح على الصدفة اللي بعدها. واشتغل صدفة. اثنين عمود سلسلة. وفي نفس المكان اثنين عمود. بعد كده سلسلتين. بسيب الفراغ ده. والفراغ ده. اللي هو السلسلة. واشتغل في الفراغ ده. والفراغ ده. يبقى ده عشان سلسلة فمش هشتغل فيها. فاروح ليه الفراغ اللي بعده واشتغل جراني. تلات عواميض في نفس المكان. سلسلتين. واشتغل جراني. سلسلتين. واشتغل صدفة جوه الصدفة. بالشكلة. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واروح الصدفة اللي اتنين عمود سلسلة اتنين عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلتين. واسيب الفراغ اللي هو سلسلة. واروح للسلسلتين واشتغل جراني. سلسلتين. والفراغ اللي بعده جراني. سلسلتين. واسيب السلسلة واروح للصدفة واشتغل صدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وقرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت الصدفة والسلسلتين. اسيب السلسلة واروح للسلسلتين واشتغل جراني. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة بمسابة عمود. والفراغ هشتغل جراني. عمود. الثاني. التلاتة. بعد كده هشتغل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. اشتغل جواها صدفة. بعد كده ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. والصدفة بشتغل جواها صدفة. بعد كده تلات سلاسل. اتنين تلاتة. عندي هنا في الفراغ اللي في النص مش هشتغل هنا ولا هنا. اشتغل في الفراغ اللي في النص مش هشتغل جراني. واحد اتنين تلاتة. بعد كده تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وفي الصدفة هشتغل صدفة. عمودين سلسلة عمودين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واروح للصدفة اللي بعدها واشتغل صدفة. بعد كده تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. واسيب الفراغ ده والفراغ ده واشتغل في النص غرزة جراني. عمود. التاني. التالت. تلات سلاسل. واشتغل صدفة. بعد كده ست سلاسل. وصدفة. وكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واشتغلت اخر صدفة. بعد كده تلات سلاسل. هسيب الفراغ ده. واروح للفراغ اللي بعده. واشتغل جراني. واشتغل عمود فوق تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة بمسابة عمود وسلسلتين مسافة. وعندي هنا في الفراغ هشتغل جراني. واحد اتنين تلاتة. تلاتة عوامل. بعد كده سلسلتين. وعندي الصدفة هشتغل صدفة. اتنين عمود سلسلة اتنين عمود. بالشكل ده. بعد كده ست سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وفي الصدفة هشتغل صدفة. عمود التاني بعد كده سلسلة وفي نفس المكان اتنين عمود. بعد كده سلسلتين. عندي هنا فراغين هشتغل. جراني. سلسلتين جراني. سلسلتين غرزة الصدفة. بالشكل. يبقى بين الصدفة والصدفة اثنين غرزة جراني. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واروح للصدفة واشتغل جواها صدفة. عمود. الثاني بعد كده سلسلة واثنين عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلتين. وعندي اول فراغ هشتغل في جراني. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين وجراني. تلات عواميد في نفس المكان. بعد كده سلسلتين وصدفة. بعد الصدفة ست سلاسل. وصلت لنهاية السطر بعد غرزة الصدفة هشتغل سلسلتين. واشتغل اخر غرزة جراني. تلات عواميد في نفس المكان. بعد كده سلسلتين وعمود في نهاية السطر. بالشكل. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة بمثابة عمود واشتغل جراني في الفراغ. تلات عواميد في نفس المكان. سلسلتين واشتغل جراني في الفراغ. بالشكل. بعد كده سلسلتين واشتغل صدفة. عمودين سلسلة عمودين. بعد كده ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واشتغل صدفة فوق الصدفة. خطوات سهلة جدا. سلسلتين. وعندي هنا تلات فراغات. هاشتغل تلات قرس جراني. عمود التاني. التالت. سلسلتين والفراغ اللي بعده جراني. سلسلتين الفراغ اللي بعده جراني. سلسلتين. وعندي هنا في الصدفة هاشتغل صدفة. فصدفة جوه الصدفة. بعد كده ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واروح للصدفة اللي بعدها واشتغل صدفة. عمودين سلسلة عمودين. بعد كده سلسلتين وعندي فراغ التاني التالت بشتغل فيه جراني. بكرر نفس الخطوات. زي ما احنا شايفين كده. ما بين الصدفة والصدفة اشتغلت تلات غرس جراني. وعندي هنا في السلاسل ما بين الصدفة والصدفة ست سلاسل. ست سلاسل. بعد كده بعد الصدفة هاشتغل سلسلتين. وفي الفراغ هاشتغل جراني. سلسلتين. واشتغل اخر جراني. تلات عواميط في نفس المكان. بعد كده عمود في تالت سلسلة. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده. ارتفع واحد اتنين تلاتة بمسابة عمود وسلسلتين مسافة ولف الشكل. وعندي هنا في الفراغ هاشتغل جراني. بعد كده سلسلتين. واشتغل جراني. تلات عواميط في نفس المكان. بعد كده سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وعندي هنا السلاسل دي كلها هالمها كلها في لفة واحدة. بغرزة البف. دي واحد اتنين تلاتة. واخد ده كله. يبع عندي حلقتين اخرج من الحلقتين. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وعندي هنا الفراغ اللي بعد الصدفة هاشتغل فيه جراني. واحد اتنين تلاتة. وتكونت عندي اول غرزة فراشة. سلسلتين الفراغ اللي بعده جراني. تلاتة عواميد في نفس المكان. سلسلتين. تلاتة عواميد في نفس المكان. بعد كده سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ولما السلاسل دي كلها من اول السلاسل خمسة خمسة بعد كده ستة 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 ستة. اخدهم كلهم في غرزة البفة. لفة التانية التالتة. واخرج من ده كله. هيبقى عندي حلقتين. اخرج من الحلقتين. بعد كده سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عندي هنا اول الفراغ. هشتغل جراني. سلسلتين جراني في الفراغ اللي بعده. سلسلتين جراني في الفراغ اللي بعده. كده عندي جراني التانية التالتة الرابعة. بعد كده سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ولما السلاسل دي كلها ادي سطر التاني التالت الرابع الخامس. السطور الخمسة دي كلها اخدها في لفة واحدة. في جرزة البفة. ادي لفة التانية التالتة. واخرج من ده كله. ايبقى عندي حلقتين. اخرج من الحلقتين. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واجه هنا في الفراغ اللي بعد استضفة. واشتغل جراني. عمود التاني التالت. سلسلتين واشتغل جراني. عمود التاني الثالث. بعد كده سلسلتين. واخد اخر عمود في السطر. بالشكل ده. انا كده اشتغلت تلات فراشات. لو نفتكر في بداية السطر انا قلت خمسة وعشرين في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين زائت اربع عوامين. الخمسة وعشرين بتعملي فراشة. يبقى انا اشتغلت خمسة وعشرين في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين. ونهيط السطر باربع عوامين. زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي هنشتغله دلوقتي هو السطر اللي هو بعد العوامين على طول. فهنرتفع واحد اتنين تلاتة بمثابة عمود ولف الشكل. واشتغل جراني في الفراش. مع الاختلاف طبعا ان هنا في بداية السطر احنا اشتغلنا عمود سلسلتين جراني. في السطر ده هنشتغل عمود جراني على طول. بس هي نفس الفكرة اللي هي جراني سلسلتين جراني سلسلتين جراني سلسلتين. بعد جراني هنشتغل سلسلتين. والفراش اللي بعده هنشتغل جراني. سلسلتين وعندي هنا في سبع سلاسل هشتغل جراني. سلسلتين واروح للسلاسل السبعة اللي بعدها واشتغل جراني. سلسلتين. الفراغ اللي بعده جراني. واشتغل بالطريقة دي لانهاية السطر. جراني سلسلتين جراني سلسلتين. سلسلتين جراني سلسلتين وعندي هنا في سبع سلاسل اشتغل جراني سلسلتين واروح للسلاسل السبعة اللي بعدها واشتغل جراني. سلسلتين الفراغ اللي بعده جراني. زي ما قلتلكم هنكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. جراني سلسلتين جراني سلسلتين لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر واشتغلت في آخر فراغ جراني وبعد كده قفلت بعمود. السطر اللي بعد كده هنكرر نفس الخطوات. واحد اتنين ثلاثة وسلسلتين مسافة. وعندي هنا فراغ هشتغل جراني. بعد كده سلسلتين الفراغ اللي بعد جراني. وقرر لنهاية السطر. سلسلتين جراني. بالشكلة. وصلت لنهاية السطر واخر بالشكلة. طبعا هاتكرري. فهنكرر السطر اللي فيه الماركر. اللي هو. اول ما ابتدينا ابتدينا. عمود. بعد كده جراني. بعد كده سلسلتين جراني. سلسلتين جراني. ثلاث سلاسل جراني. سلسلتين جراني. سلسلتين جراني. سلسلتين جراني. سلسلتين جراني. بعد كده ثلاث سلاسل جراني. وهكزا على حسب الطول اللي انتي محتاجات. بعد كده بتقرري الخطوات اللي احنا اشتغلناها. وده بيطلع شكل الغرزة بتاعي. وبعد ما بتخلصي الطول اللي انتي محتاجات. بنشتغل سطر عواميد زي اول سطر احنا اشتغلنا. بنشتغل جرزة فوق كل جرزة. يعني انا هنا ابتديت. اشتغلت تسعة وسبعين عمود. تسعة وسبعين عمود. يبقى في نهاية السطرة هيطلع عندي تسعة وسبعين عمود. هشتغل عمود فوق كل غرزة. ده بعد ما بتخلصي الطول اللي انتي محتاجات سواء للشال او البلوزة او المنتج اللي انتي هتشتغليه. انا كده اشتغلت اخر السطرة عواميد. وزي ما قلت لكم انا ابتديت بتسعة وسبعين عمود. ونهيت برضو بتسعة وسبعين عمود. على حسب الغرز اللي انتي هتشتغلها. بعد كده هياخد سلسلة الامان وقص الخيجة. بعد كده هننظف الخيوط بتاعي. بنجيب ابرة التنظيف. نيجي هنا في في ظهر الشغل. وننظف الخيوط بتاعتنا. بالشكل ده. وده شكل الغرزة زي ما احنا شايفين كده. وبكده الفيديو بيكون خلص معنا. واتمنى يكون الفيديو عجبكو اي استفسار نكتبه في التعليقات. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزراءة الاحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يصلي بكل جديد. اشوفكم على خير. مع السلام.